اشتركوا في القناة مميزة لانه اليوم فيه برضو راح نحكي عن انتقال الزهرة من برج الجوزاء لبرج السرطان زي ما حكينا في المقدمة فياريت انكم تركزوا معي في بعض الامور وخصوصا المقدمة اللي انا راح اجاوم على بعض الاسئلة لانه هاي اسئلة يعني ان شاء الله انها تكون مهمة وتستفيدوا منها من بعض المعلومات عشان هيك يعني اذا عجبكم المحتوى ياريت لايك مشاركة تنشرها بين اصدقائكم يعني نوع من انواع الدعم اذا حبيته اذا ما حبيته عاد هذا اشي برجع لكم طيب خلينا نشوف الاسئلة مع بعض ونجاوب عليها يعني ما راح نجاوب كثير على اسئلة كثير يعني منوخ الثلاث اربع اسئلة تكون مهمة ومنجاوب عليها على حسب يعني اللي بسبقه في كتابة التعليقات على القناة السؤال الاول هو ما هو علم الجفر وهل هذا العلم صحيح وعلم الرمل عدم المؤاخذة انا ما بصدق هاي الاشياء طيب اول اشي طبعا لانه في كذابين وفي ناس نسبوا لحالهم هاي العلوم وعملوا في هاي العلوم وعملوا خزعبلات في هاي العلوم فطبيعة الحال هم اساءوا للعلم مش افادوا لانه صار وسيلة نصب طيب اول اشي ما هو علم الجفر علم الجفر هو علم الامام سيدنا علي عليه السلام طبعا في ناس بدون نقول رضي الله عنه احنا منقول عليه السلام ورضي الله عنه برضو وارضاه علم الجفر هذا علمه هو تجفير للاحرف يعني كل حرف الو عدد وعند تجفير بكون للحرف وتحويله بكون برضو الو علاقة بالفلك اللي هي الساعة وهو مواضع النجوم او الكواكب كيف بتكون بالسماء على اي درجات وبتم التحويل لالها وبعدين اختصارات للاعداد او المتكررات من الاحرف بتنشال وبظل الاحرف الغير متكررة وبظل يسلسل فيها ليطلع من السؤال جواب فجواب السؤال بيجي من السؤال يعني بتسأل من هو فلان من نفس السؤال هان طبعا له عدد معين من الاحرف بيطلع سؤالك يا هذا فلان هو ابنه فلان او ابنه فلانة وين موجود؟ موجود في البلد الفلانية فعلم الجفر علم عظيم جدا مش علم بسيط ومش اي واحد بيعرف يشتغل عليه ولكن هم ياخذوه بالتجفير على حساب الجمل ولغوا علم الفلك من الموضوع ولغوا الحسابات التجفيرية تبعته واختصروا بس على انه يحول الحرف لرقم وبعدين يرجع يحول الرقم لحرف ويقول لك هذا علم الجفر هذا فعليا ما له علاقة بعلم الجفر وعلم الجفر لا يعلم الا لواحد عالم اساسا بالدين يعني عشان مخافط الله اللي ما تسأل اسئلة فيها حرمه هذا واحد اما بالنسبة لعلم الرمل كما قيل انه اقدم العلماء في هذا العلم هو ادريس عليه السلام هو من تعلم علم الرمل وخط بالرمل اول واحد وهو علم عظيم جدا الو علاقة بعلم الرمل والو علاقة بعلم الاوفاق وعلم الحرف وعلم الفلك تجمعهم مع بعض بيطلع معك من النقش اللي انت بتنقشه بقلم المداد او القلم الحذر السائل بيطلع معك رموز هاي الرموز لها اسماء وهي صحيحة برضو وعلم مش سهل ومن اصعب العلوم اللي مرت علي انا لما تعلمتها يعني صعبي جدا جدا فمش سهل انك انت تشتغل عليها لانه لها شروط معينة وثاني ايشي مش لكل شيء بنشغل علم الرمل وكل شخص طلع وقال انا بشتغل بعلم الرمل انا بالنيابة عني وروح اقول له انت واحد كذاب ونصاب ودجال لا تفقه من علم الرمل الا الاسم فقط لا غير علم الرمل علم شريف وكريم وخطير في نفس اللحظة وحامله بيحمل امانة مش سهلة يعني صعبة جدا بتكون على اكتافه ويحاسب عليها وحتى لو بيقول لك يحاسب فورا اذا اخطأ باستخدام هذه العلوم ان كان الجفر وان كان الرمل فعشان هيك هو من النصابين والمحتالين اللي نسبوا حالهم انهم بعرفوا بالرمل زي اللي بيجيب صفيحة وبحط فيها شوية رمل وبصير يحرك فيها بريشي بيقول لك هذا علم الرمل او اللي بيكون كاتب رموز وراه بيقول لك هاي علم الرمل وهيك منستدل عليه لا علم الرمل ما يلوش علاقة في هاي الامور كلها وبعيد كل البعد وما بدي اخوذ بانا بشروطه ولا شروط علم الجفر عشان ما حدا ياخذ المعلومات اللي انا بدي احكيها وينسبها لحاله وبعدين انا اكون ساعدته بانه ينصب على العالم كمان اكثر واكثر طيب السؤال اللي بعده التوافق بين الاشخاص عن طريق البرج ما مدى صحة هذا الكلام اول اشي هذا في القديم كانوا لما بدهم يختصروا توافق الابراج كانوا يجوا ليقولوا الابراج الهوائية بتتوافق مع النارية والابراج الترابية بتتوافق مع المائية هذا يعني هذا نقدر نقول بعطيك 20-25% من الصحة ولكن فعليا اذا بدك تيجي عند فلكي عند فلكي برفض هذه القاعدة تماما لازم يشوف الخرطة الفلكية لا الذكر ولا الأنثى ويقارن الكواكب الأساسية اللي لها علاقة بالعواطف اللي هي القمر وين لهذا المولود والقمر وين لهذا المولود والشمس وين موجوده وين موجوده بعدين الزهرة اللي لها علاقة بالحب والمريخ اللي له علاقة بالجنس بيقارنهم مع بعض بيشوف انه نسبة التوافق ما بينهم عاطفيا وجنسيا عالية فبقولك في توافق بينهم بيشوفها قليلة بيقولك لا نسبة التوافق ما بينهم قليلة وبعادة بعطيك اياها النسبة مئوية يعني بيقولك نسبة التوافق 40% 60% 65% 80% 100% ممكن توصل لبعض الأشخاص اما هاي مبدأ انه لا الابراج اللي بتتوافق اللي هي المنسجمة زي الناري والهوائي والهاد انا بشوفها ضعيفة جدا لانه كثير يعني اكيد انت اللي سألت السؤال هذا شفت انه في ناس من برج الجدي متزوجين من برج الحمل ومبسوطين او اسدوا عقرب ومبسوطين او يعني مش شرط انه يكون يعني بالاجمال بتلاقي الابراج متناقضة بكونوا سعيدين مع بعض والعكس برضو بتشوف ابراج هوائية وترابية هوائية ونارية وبتلاقيهم شحم نار وبتوصل للطلاق وللعنف كمان السؤال دكتور برجي الشمسي الجدي وما بحس انه الجدي بيشبهني باي شيء طالع هو اللي بكون بشبه بكل شيء وممكن البرج اللي فيه القمر هو اللي بشبه يعني لازم ترجع للخارطة الفلكية او ترجعي للخارطة الفلكية تتأكدي من ساعة الميلاد تاعتك ايش هي تشوفي الطالع تاعتك حسب البرج اللي بطلع فيه طالعك هو اللي بتاخذي فيه بتتراق به ممكن هو اللي غالب عليك بتاخذي صفاته اذا ما عرفت الطالع خذ القمر وين موجود في ساعة ميلادك بتعرفي او في يوم ميلادك بتعرفي انه تأثيراته ممكن هي اللي مسيطر عليك اكثر سؤال ازاي اعرف خارطة الفلكية دكتور وشكرا اليك فيه في صندوق الوصف انا حط رابط رابط لموقع فيه الخارطة الفلكية وشرح كيف تستخرج الخارطة الفلكية منه وفيه جدول برضو ما اشي للي ما بعرف الساعة الميلاد بيقدر انه يستخدم الجدول عشان يعرف الطالع تبعوه بس فيه مواقع كثير موجودة على النت لكن للأسف هي مواقع اجنبية بإمكانك من خلالها انك انت تحسب الخارطة الفلكية وتطلع الكواكب وان كان موجودة بالضبط في ساعة ميلادك مساء طالع برضو حوت بصير بصير يكون طالع نفس البرج وشو تأثيره اذا نفسه بتمنى تجاوبني اول اشي طبعا بصير اذا الواحد ان ولد في ساعات الفجر اللي هي ما قبل شروق الشمس لغاية شروق الشمس بيكون برجه نفس طالعه هاي قاعدة يعني دائما قبل بساعة يعني عشان هي قبل بساعة بعد مرات ساعة ونص او ساعتين ولكن هي قبل بساعة من شروق الشمس لغاية يبل ما تطلع الشمس بالضبط هاي بكون برجه نفس طالعه انت حوت بكون حوت طبعا الصفات انه صفات العامة الخارجية لك حوت والصفات الخاصة تعتك حوت فقط لا غير ما بتتغير في شخصيتك ايشي بس انه تركيز الحوت بكون عالي جدا عليك ولو انت تابعت برضو شفت القمر وين كان موجود بكون افضل وافضل عشان تعرف صفاتك بشكل اكبر واكبر ولكن هي صفات الحوت الكاملة بتكون ودلقمر بعطي الصفات العاطفية لا الى اخر سؤال هل بالامكان شراء سيارة عن تراجع وطارد او منزل ولك الشكر والتقدير ولك كمان الشكر والتقدير طبعا اذا بدك تشتري سيارة فترة التراجع انا ما بنصح فيها يعني بفضل انك تتأجلها لبعد ثلاث اسابيع ولكن اذا مضطر كثير انك انت تشتريها بدك تتفقدها وتعمل لها فحص وتشوف تأمينها يعني بدك تدقق على ادق التفاصيل في الموضوعات اما بالنسبة لشراء بيت فهذا ما فيه اي مشكلة اما بالنسبة لسيارة لانه بتحكم بالاجهزة بالالكترونيات اي شيء له حركة بالاتصالات والمواصلات فعشان هيك السيارات انا بفضل انه ما تنشرب فترة التراجع واذا اضطريت بدك تشتري بدك تتفقد كل شيء فيها قبل ما تشتري طبعا انا مرضيت اخذ اسئلة كثير على اساس انه ما نطول في المقدمة وفيه ناس ممكن يملوا فحاولت اخذ الاسئلة المشترك اللي الكل ممكن يستفيد منها واجاوب عليها نوع من انواع المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا اليوم لليوم الاربعات نين حزيران القمر طبعا موجود الان في منزلة المؤخر للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر رح يظل القمر موجود فيها حتى تمام الساعة خمسة وعشر دقائق من مساء اليوم اللي هو الاربعات اثنين ستة لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاحة طبعا القمر بما انه موجود بالحوت فمنوخذ احنا من صفاته او منوخذ من اهم ميزات برج الحوت علينا فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين ممكن نتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسم بهاي الفترة قسم كبير من الفاشلين في غرام هما بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموضفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعياد المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح يكون عندنا زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس يعني القمر صار الآن نصف بدر اللي هو الربع الثالث بالنسبة له وهذا رح يكون فيه تمام ساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة صباحا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون فيه تمام الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي حكينا عنه انتقال الزهرة لبرج السرطان رح ينتقل كوكب الزهرة من برج الجوزاء لبرج السرطان في تمام ساعة وحدة وثمانتعشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يمكث فيه بحركة امامية حتى صباح يوم سبعة وعشرين ستة خلال الفترة المذكورة رح يشعر موليد برج السرطان بقوة العاطفة خاصة انه بتسيطر عليهم وبصير في نوع من انواع التحسن المالحوظ على مظهرهم الخارجي فمنهم ممكن يبدأ علاقة عاطفية جديدة او يعزز العلاقة القديمة اذا كان راضي عنها بيستفيد معهم في هذا الموضوع موليد الابراج المائية الاخرى زي العقرب والحوت والترابية اللي هو الثور والعدراء كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج السرطان طبعا معلومة اللي بينولده بكون الزهرة موجود عنده بالسرطان بغض النظر عن برجه ايش هو بكون رومانسي ولكنه يعني ما بيشعر بقوة العاطفة اذا ما تهيأ له جو الأمان والطمأنينة طيب ايش تأثير كوكب الزهرة على جميع الابراج هلنا هيك يمرر سريع نشوف كل برج ايش تأثيرات اللي بتصير عليه مرج الحمل الاستفادة بتصير على مجال العقارات والعلاقات العائلية والمواضيع العائلية كاملة او تجارة او ربح او هدوء او فرحة بتصير على مستوى البيت اما بالنسبة لموريد برج الثور بتكثر عندهم الفترة هاي اللي هي السفريات القصيرة والاتصالات وبتكثر العلاقات يعني بتتعزز العلاقات بينهم وبين الاخوة وبين الجيران ممكن بعضهم يشتري سيارة او انه يركز على نوع من انواع الهواتف او جهاز كمبيوتر مثلا يفكر يشتريه بالفترة هاي وفي نفس اللحظة ممكن يحصلوا على ارباح او مكاسب من وراء تعاملهم ونشاطاتهم او ترويج لأعمال معين برج الجوزاء طبعا بيركز عندهم على المكاسب المالية ولكن تراجع عطارد عندهم بزيد المصاريف عليهم فعشان هيك يهو بهيئ لهم مكاسب مالية بشكل اوفى واوفر بالنسبة لهم وبعطيهم حظوظ كبيرة فعشان هيك يستغلوا المكاسب هاي او الطرق اللي ممكن يحصلوا على مكاسب مالية من خلالها برج السرطان طبعا بما انه القمر موجود يعني الزهرة موجودة عندهم فهاي بتعطي فرصة عاطفية ومالية واهتمام بالنواحل الفنية فالمراحل العاطفية لهم بتصير اكبر وفرص لدخول بعلاقات عاطفية او ارتباط برج الاسد بتفيدهم بتعاملهم مع المؤسسات او الشركات الكبيرة خصوصا اللي بيشتغلوا من ضمن شركات كبيرة او مؤسسات كبيرة او مع شخصيات مهمة هدولا بيستفيدوا بشكل كبير من وجود الزهرة في برج السرطان برج برج العذراء بنشطوا بالفترة هاي اجتماعيا بشكل كبير وممكن الفائدة تيجي من النشاطات الاجتماعية عن طريق العلاقات او الافراح او المناسبات اللي من خلالها ممكن يستفيدوا اما بعلاقات او بمشاريع برج الميزان طبعا هنا الميزان بيستفيدوا في المجالات مجالات العمل اي مجال العلاقة بالعمل ممكن من خلاله يستفيدوا ويحققوا ارباح ونتائج ممتازة جدا اما بالنسبة للعقرب فهنا بتعطيهم سفر واتصالات وقضايا قضائية بتركز على هاي الامور بشكل كبير طبعا السفر اللي هو السفر البعيد او الهجرة او من بلد لبلد واتصالات بعيدة او مع اشخاص خارج البلاد القضايا القضائية على انواعها وامور الها علاقة باوراق الهجرة او الاقامة او الشغلات هاي والدراسة الجامعية اما بالنسبة للقوس فهنا بتركز على المال اللي بيجي من الشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية اموال مشتركة بتركز عليها بشكل كبير القروض والبنوك والميراث والسداد الديون هاي كلها برضو بتكون في من خلالها فوائد اما بالنسبة للجدي فهي بتجيهم من خلال الشراكة الشراكة في العمل او الشراكة في الزواج يعني عن طريق زوج يعني عن طريق العمل اما انه بيحصلوا على مكاسب مالية بتجيهم من وراء قرض معين او دعم مالي اما بالنسبة للدلو فهنا هاي بتركز على العمل بشكل كبير ولكن بتجيب لهم فرص عمل وممكن ينجحوا بالعمل او يتعزز العمل تاعهم او ينتقلوا من عمل لعمل ولكن بدهم ينتبهوا على نقطة انه يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن لانه عرضة بيكونوا بالفترة هاي لزيادة الوزن اما بالنسبة للحوت فهي بتركز على حض عاطفي ومالي بشكل كبير هذا بيتهم الخامس بعطيهم حضوض على كل المستويات وممكن انه يكون يعني بوابة امل بالنسبة لهم في الفترة القادمة لكثير من الامور حتى على مستوى الارتباط او على مستوى زواج مستوى حل بعض المشاكل اللي بتكون صعب حلها بتنحل في الفترة هاي ومرضو النساء اللي عندهم رغبة لدخول بالحمل هاي فرصة ممتازة جدا لألهم طبعا القمر بما انه موجود في برج الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس ثلاثة ستة له غدا بيبدأ في تمام الساعة 11 وعشر دقائق قبل الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها برج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المربع 22 يوم في تمام الساعة 10 وثمانية واربعين دقيقة مساء بيصبح 23 يوم نسبة الاضاءة بتصير خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الحوت حتى يوم 36 سعيد حتى ساعات الصباح بنسبة 30 في المية بعدين من ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة بين 30 في المية و40 في المية عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 22 ستة ما زال مزاجه سعيد بنسبة 30 في المية ولكن الايام القادم يبدو يصير منتحس الزهرة في الجوزاء ينتقل للسرطان حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45 في المية المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40 في المية اورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15 في المية نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم الأخير بسيطر التعب عليكم فأن القمر مازال موجود بالحوت يعني ببيت متاعبكم فعشان هيك بتكن تنتبهوا اليوم ممكن بعضكم يشعر بأعراض غير اعتيادية فهذولا لازم أنهم يتوجهوا للفحص والعلاج حاولوا أنكم تأخذوا قسط كافي من الراحة في هذا اليوم اليوم ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس ولكن المطلوب أنك ما تبدأ بشيء جديد حاول أنك تمشي هذا اليوم بشكل روتيني على أساس أنه يعني تداء من بكرة الأجواء رح تتغير لصالحك برج الثور بتنشطوا اجتماعيا اليوم بشكل كبير اليوم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تسعدوا هيك من لقاء بعض الأصدقاء أو اتصال معين من صديق قديم أو لقاء لصديق معين أو يرافقك في مكان معين أو مساعدة منكم ممكن يشارك فون مناسبة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادل يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية حاول أنك تستغلها على المستوى الاجتماعي برج الجوزاء يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله تقدروا اليوم برضو تعززوا العلاقة مع المسؤولين أو مع الإداريين المسؤولين عنكم أو مع زملائكم في العمل وبرضو اليوم عندك قدرة أنك تستغل فرصة لأنه اليوم ممكن تحظى بشعبية وتنال كل أعمالك أو تكون أعمالك كلها سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي حاول أنك تستغلها ولكن عندك تنتبه أن القمر بمكانه هذا بيت الصمعة حاول أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة برج الصرطان كونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن طبعا المكان بالنسبة لكم هذا بيت تاسع يعني بيت حض بزيد من القوة العاطفية عندكم أو علاقة التواصل ما بينكم وبين الأحبة وفي نفس اللحظة بيعطيكم دفعة جيدة لأمور لها علاقة بالسفر والتنقلات القيام بمشاريع كبيرة دعم لكم بشكل كبير حتى على مستوى الامتحانات الجامعية أو المقابلات أو الاتصالات الخارجية مع أشخاص خارج البلاد فهذا شيء ممتاز لكم برج الأسد طبعا اليوم تنشغلوا في أعادة تنظيم أموركم المالية وخصوصا الأموال المشتركة ومن جهة ثانية يعني في فرصة لمكسب بيجي مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات منتصاعدة يعني بتكونوا ديروا بالكم لأن القمر بد يصير منتحس من بعض المصاريف اللي ممكن تيجي أو اتعلجوا بعض القضايا المالية أو الدفعات المالية عليكم فهذا الإشي ممكن يرهقك أو يتعب أفكارك ولكن إن شاء الله أنها تكون الأمور ميسرة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتابة والأمور الخيالية يعني الأجواء برضو لها علاقة بالغيبيات برج العذرة بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة وداعمة بشكل قوي وهذا يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد هذا بيت قوي بالنسبة لعلكم علاقتك الزوجية والعائلية ممتازة جدا أو مع الشركاء ممكن اليوم تستغل هاي الفرصة لمصالحة أو التقرب من الشريك بالفترة هاي الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الانسجام والتوافق ولكن ابعد عن المشاكل والانتقادات برج الميزان طبعا اليوم بيتراكم العمل عندكم لأن القمر موجود في البيت السادس فعشان هيكي بتقديروا بالك على عملك حاول تنجز كل الأشياء المهمة اللي إلها علاقة بالعمل انتبهوا بشكل جيد برضو لصحتكم نظموا واجباتكم أو واجباتكم الغذائية وواجباتكم العملية واخذوا قصد كافي من الراحة ممكن اليوم تجد بعض السهولة في تطبيق أعمالك وخصوصا الأعمال الروتينية أو المنزلية وبرضو في منكم ممكن يهتم بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إله برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية قوية جدا طبعا القمر موجود في البيت الخامس فهذا بعزز العاطفي عندكم فممكن تشعروا اليوم بقوة الحظ والعاطفي والأمور المالية ولكن دير بالك أنك تقامر أو تراهن بالفترة هاي لأنه زي ما حكينا عطارد بتراجع فهذا سلبي في نوع حد ذاته فممكن يخسرك فهي تعتبر فترة حظ لتجربة حظك في خطوة معينة ممكن تقوي علاقاتك العاطفية خلال فترة هاي أو تعمل مصالحة وبرضو هاي الفترة بتعرف نوع من أنواع البهجة أو الاستقرار عندك فحاول تستغلها بدون ما تختلق بعض المشاكل مع الحبيب أو الأحبة أو الأبناء برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البيت والعائلة أو أمور البستاني مثلا ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة الفترة هاي بتعرف يعني أشياء عائلية فهي فترة جيدة مريحة فيها نوع من أنواع البهجة فممكن تهتم برضو ببعض المسائل العائلية أو موضوع عائلي معين يلفت انتباهك وتهتم فيه بشكل كبير برج الجدي طبعا اليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحركة والتواصل اهتمام بالإقناع أو بالمناقشات أو بالترويج لشيء معين كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة خصوصا داخل المدن علاقتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط ولكن الأهم أنك تعرف تروج للإشي اللي أنت بدك إياه بهدوء وروية بدون عصبية وانفعال برج الدلو طبعا اليوم برضو بعزز نقطة الفرص المالية فاليوم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بيجي أغلبها من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة والمصاريف الزيادة ممكن تعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على بعض الأموال والأرباح اليوم عندك نشاطات عالية حاول أنك تستثمرها منكم ممكن يستد أموال أو حتى ينظم بعض البرامج اللي إلها علاقة بالدفعات المالية اللي إلوه ولكن بعضكم بدون ينتبه على أمواله من السرقة أو الضياع برج الحوت طبعا اليوم برضو أكثر من يوم أمس ثقتكم بأنفسكم بتكون كبيرة أنتو اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل اليوم بوسعك السيطرة على زمام الأمور واتدفع بمصالحكم بشكل كبير ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمانينة على المستوى النفسي وبرضو ممكن اليوم تعوض الفترة اللي كانت مربكة أو اللي كانت ضغطة عليك في الأيام الماضية يتعالج بعض المسائل أو تصلح بعض المسائل اللي كانت عالقة ما كان بإمكانك أنك تقضيها في الأيام الماضية اليوم بيكون في قدرة لا إتمامها أو لا قضاء عليها أو لا إنهاءها أو إنهاء المشكلة أو البداء صفحة جديدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر